تسني خبر لك بيات بالغربة هذه فيه قصيدة وقصيدة زينة والله وأنا اللهم لك الحمد دائما أقولها بعض القصائد إلا زينتها ومر عليها وقت سأقول يا ولك هذي منين جتني وهذه وشلون قلتها وهذه وشلون جبت معانيها فهذه من القصائد الجميلة التي أنا اخترتها اليوم لك ابو معاذه للسادة المساهدين أعيش في العزلة وتذب على الناس وقولنا ما بين ربعي وناسي ما نيب متضايق ولا نيب حساس لكن عجز تلقى الصديقة الأساسي اللي مهوبهم جاملين لي وحساس ومهوب نفسية وجوه مآسي أدور للماس ما دور إنحاس ومن ينطلي بالماس يرجع إنحاسي والأصل يبقى لو تبلوها لنجاس ومهوب يسمع بي كلام الخساسي ولا لقيت اللي تدى ما علي بس أبيه إلى منه نفد باسي الله من رجل تزين بل الباس وغطى محابيله بزين اللباسي خلاني يبعد عنه وابعد عن الناس ونقيل وينك ما تجي قلت ناسي طبعا الشاعر ما هو بشرط أن حاجة تصير سايفن عليه بس إنه يصور الصورة اللي يترجم بها مشاعر غيرها سواء أنها صارت ليابوديم ولا أنها حصلت لأحد وسمع فيها يستطيع الشاعر أنه يجسد هذا الشعور ويوصله للمتلقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر